الحقيقة بالكل يقول هناك جرائم أكثر من هذه الجريمة التي حكم عليها البشير صحيفة الاتهام كبيرة وملئة لماذا بدأ بفكرة أموال أجنبية وحيازة أموال أجنبية رغم أن هناك درفور وهناك القلاب 89 وهناك اتهام بقتل المتظاهرين أشياء كثيرة السلام عليكم عليكم السلام حقيقة الجرائم التي ارتكبها نظام عمر البشير منذ ثلاثين عاما يعني لو وضعنا الجرائم في شاحنات يعني قمنا بوضع هذه الملفات الجرائم في شاحنات لما استطعت هذه الشاحنات الكبيرة أن تحمل الملفات التي تحتوي كل الجرائم التي ارتكبها النظام منذ ثلاثين عاما ضد الشعب السوداني وضد حتى جيران الشعب السوداني الواقع هو ما يتعلق بهذه المحاكمة التي تمت هي ليست لأن الجرائم التي ارتكبها البشير وارتكبها نظام الإنقاذ سوف تنسى أو سوف يتقاضى عنها القضاء السوداني أو حتى المحامين السودانيين والضحايا في السودان لن يباشروا إجراءاتهم واتهاماتهم للبشير ولنظامه ولكن الصدفة وحدها حسب ظني أن الذين قاموا بالانقلاب على البشير وجدوا هذه البينات الجاهزة في جريمة المتاجرة بالعملة وكانت هذه بمسابة الجريمة الجاهزة الأدلة الجاهزة ولكن في مقبل الأيام طب هناك سؤال آخر سيد حاتم هناك سؤال آخر يعني البشير مطلوب لمدع المحكمة الجنائية الدولية في مذكرتين اعتقال في 2009 و2010 وأنا أسألك هنا عن خطين من التقاضي خط تقاضي داخلي يخضع للقانون السوداني وخط تقاضي دولي يخضع للقانون الدولي هل ممكن السودان تسلم البشير ليتم تقاضيه ومحاكمته دوليا أم هنا ربما يكون هناك مسألة السيادة مسألة السيادة كانت مطروحة في السابق ومسألة السيادة كانت مطروحة كتضليل للعدالة الدولية نفسها وكتضليل للشعب السوداني بمعنى كأن البشير أصبح هو يمثل السيادة كأن البشير هو المقابل الموضوع لسيادة السودان وبالتالي لا يمكن أن نقوم بتسليمه هي كانت أدالة حشد الحمية الوطنية من النظام لا أكثر المحكمة الجنائية الدولية في قانونها الأساسي تقول أن الأنظمة القضائية المحلية إذا كانت أنظمة قادرة على محاكمة المرتكبية جرائم الحرب والجرائم الدد الإنسانية قادرين على أن يقوموا بمحاكمة هؤلاء المتهمين وأن تكون معايير المحاكمة هي المعايير المتسقة مع القيمة الدولية والمعايير الدولية للمحاكمة فالمحكمة الجنائية الدولية تقول أنها سوف ترفع يدها لأنها في النهاية المحكمة الجنائية الدولية غايتها هو تحقيق الشرعية الدولية وتحقيق قيمة العدالة الدولية بس حتم في دقيقة لكن دعني أقول السودان في دقيقة أريد أن أستفيد من الوقت هل عدم إداعه في السجن والحبس هو أودع الآن في مصلحة نظرا لعمره 74 عام البشير أعتقد هل هذا قانوني في عجالة قانوني للغاية وموجود في صلب قانون الإجراءات الجنائية السودانية وفي صلب القانون الجنائي السوداني لعام 1991 وهو عقوبة التغريب ولكن دعني أقول لك أن الأمر المتعلق بمحاكمة البشير حتى لإيجاد تسوية اجتماعية والسياسية السودانية ووضعنا في المسار الصحيح لا بد من تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية وهذا ليس عجز النظام السوداني وأنما جزء من تطبيق القانون الدولي فعلا ولكن هدية مساهمة مساهمة مننا في الشرعية الدولية شكرا شكرا سحاتم الياس الخبير القانوني من الخرطوم وقت انتهى أعتذر عن المقاطع